بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ولسه مع الأدب مع القرآن الكريم إيه أول أدب من الأداب التي نتأدب بها عند قراءة القرآن أو عند حفظ القرآن الكريم أول أدب الإخلاص لأن احنا بنتعبد إلى الله بالقرآن والله يأمرنا في القرآن ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يبقى بالأدب مع القرآن نخلص لله من أهم الآداب التي نتأدب بها مع كتاب الله الإخلاص طب لما تخلص لله يكفيك من العمل القليل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوا يبقى أنت بتحفظ القرآن عشان تبقى من أهل القرآن ولا عشان ترأي وتقول أنا حافظ وأنا وأنا تيجي يوم القيامة تقول له يا رب أنا كنت بقرأ وبعمل يقول لك قرأت ليقال قارئ وقد قيل خلص إنما العبرة أن تقرأ القرآن مبتغيا الأجر والثواب من الله جل وعلا يبقى نمرة واحد من آداب قراءة القرآن الإخلاص لله جل وعلا نمرة اثنين أن تقرأ القرآن على طهارة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لما تقرأ القرآن توضأ وإلبس أحسن الثياب دي نمرة ثلاثة الثياب الطاهر أن يتزين الإنسان عند قراءة القرآن عملا بقول الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد علماء التفسير لما فصروا عند كل مسجد منهم من قال أي عند كل صلاة ومنهم من قال عند كل عبادة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل صلاة عند كل عبادة إلبس أحسن ما عندك أنت راح تصلي إلبس أحسن ما عندك أنت بتتعبد لله سبحانه وتعالى لأن عبادة أنت بتقرأ القرآن تقرأ كلام الله جل وعلا تتعبد إلى الله بتلاوته يبقى نمرة واحد الإخلاص نمرة اثنين الطهارة عند قراءة القرآن على الأقل الواحد يبقى متوضئ نمرة ثلاثة أن تلبس أحسن الثياب نمرة أربعة لاستعاذه قبل التلاوة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليه؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يبقى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم نمرة خمسة البسملة قبل القراءة إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم البسملة وردت في بداية كل الصور القرآنية إلا في صورة التوبة ابتدأت الصورة بقوله تعالى براءة من الله ليه؟ لأنها تسمى بالصورة التي فضحت المنافقين فما فيش فيها بسملة تستعيذ وتقرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله طيب في صورة النمل وردت البسملة مرتين مر في أول الصورة ومر في وسط الصورة زي ما قلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وسيدنا النبي يقول لنا في الحديث كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع حتى لما تشوف صورة الفتحة ولقد آتيناك سبعا من المثاني بسم الله الرحمن الرحيم واحد الآية الأولى في صورة الفتحة البسملة طيب نسر بالفتحة ولا نجهر بالفتحة في قراءة الجهرية لا الإنسان يجوز أن يسر بها ويجوز أن يجهر بها والنبي فعل لتنين لكن المشكلة أن تقرأ الفاتحة بدون بسملة الله أكبر الحمد لله رب العالمين طيب البسملة فين هل أسررت بها لا لم يسر بها الصلاة بطلة لو ما قرأتش البسملة حتى سرا لأنها آية من الفاتحة نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه اللهم أمين هاروح فاصل وارجع لكتاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب